اشتركوا في القناة مرة اخرى اتنين اتنين امبارح كان راحة النهاردة المفروض اللاعبين جايين وكأنها بطولة عالم تبدأ من جديد صفرنا العداد خلاص كنت خسران وبعدين عرفت اثبت النتيجة اتنين اتنين وخدت يوم راحة انا جاي كأن النهاردة اول يوم في بطولة العالم وهشق طريقي يلا نشوف اللي حصل لايك لذيذ واشترك في القناة لاني ان شاء الله سأعرض عليك بعض التحليلات والتفريعات الممتعة يلا مش عايز بقول مش هتشوفها في حتة تانية والكلام بقى بس ان شاء الله في تفريعات هتستمتع جدا بيها بيدأ ملك من يان نيبومنشي وعليها بيدأ ملك من دينج ليرن نايت اف سري نايت سي سيكس والان روي لبيز طبعا بطولة عالم روي لبيز اي سيكس المورفي ديفينس بيشب اي فور نايت اف سيكس هت البدأ الوسطي نيبو يبيت ويقول له خد البدأ الوسطي لو عاوز تلعب الاوبن ريو لبيز او الريو لبيز المفتوح اتفضل قال له لا انا مذاكر بيشب اي سيفن او الريو لبيز المغلق اكتر نقلة بتتلعب في هذا الشكل هي روك اي وان اه اتلعبت في الداتابيز اكتر من اربعة واربعين الف مرة جديد بالذكر ان بومنشي جرب يلعب اه في المباراة رقم واحد بيشب تيكس بون تيكس وتم الدفاع عن البيدق اه بعد روك اي وان بنايت دي سيفن واستطاع دينجليرن ان يتعادل هذا الشكل النهاردة ماستخدمش بيشب تيكس ولكنه استخدم اه بعد التبيد بيشب اي سيفن دي ثري تاني اكتر نقلة بتتلعب ملعوبة على الداتابيز اربعة تلاف مرة قارن بينها وبين الاولى لا يعني كأنها ندلة ندلة ايه نقلة شوية ندرة وندرة ونقلة دخلوا في بعض اوكي دي ثري لعبت حمل بيدق الوسطي والتهديد الان هو بيشب تيكس ياكل ناخد البيدق الوسطي ولذلك التبييد مش كويس لازم الاول العب بي فايف امشي لو سمحت بعدين ابقى بيت او العب دي سيكس من وجهة نظر الشخصية ان دايما مستر دينجليرن يلعب دي سيكس من المباراة الاولى والمباراة دي يعني موضوع انه هو يبيت ويسمح بانه يلعب دي فايف على نقلة واحدة او ما يعرف بالمارشال معرفش ده ضمن الريبرتوار بتاعه ولا لا اللي يعرف ويعرف مباراة عن الدينج قبل كده انه هو بيلعب المارشال يعني لما يتسمح له يقول لنا في التعليقات لكن دينج يظهر ما في يديه مباشرة دي سيكس يا معلم انا مش ناوي ألعب دي فايف على نقلة واحدة والعب المارشال موضوع المارشال ده طويل لو تعرضنا رو نبقى نحكي فيه سي ثري لعبة الان تبييد اتش ثري ما تربطنيش خالص ويلا حط الفيل هنا بدا منت فتحت سكة لهذا الفيل ايه الكلام الجريب ده طب طبيعيا هيحط الفيل هنا لا مش شرط الحقيقة ان اكتر نقلة هنا بتتلعب هي نايت هاهنا عايز اخد الفيل القوي اللي على الوطر ده لو استطعت ان انا انتش داف ده ممكن احطي فيلي هنا على فكرة او احطه هنا لو انت مش منعني من الربط لكن مستر دينج ليرن يختار في هذا الشكل بعد اتش ثري بشيب بي سيفن خلاص هو لعب دلوقتي بشيب بي سيفن ماذا يعني اني ممكن العب اي فور ولو طلبتني اسحب الفيل على هذا الوطر افضل هنا مرجعش في السي تو في فرق اوه في فرق كبير جدا لو كنت صبرت على دي ولعبت النقلة دي على طول هذا يجبر هذا الفيل على الوطر ده والذي هو يعني اصلب شوية او مقفول شوية توش الفيل عن هذا الوطر المفتوح اوكي بشيب بي سيفن تم استخدامها والان اي فور لو يا صديقي المتابع قررت انك تدفع هذا البيدق الان عاوز يعني تلعب كده وكده وتفتح الفيل الحقيقة انا هدفع البيدق ده دلوقتي واحرمك تماما من الابشن بتاع نايت اي فايف انا تقريبا قلت نايت اي فور نايت اي فور كتير وهي نايت اي فايف فاحنا بنعتدر يا شباب اوكي ولذلك لازم دلوقتي قبل مدفع ويدفع اخد فرصة اني اطلب الفيل والا الفكرة في اني اطلب الفيل بس ما انا عارف اني مش هاخد الفيل بطلبه ليه عشان افتح طريق لبيدق السي يقف في الوسط ويعمل شوية كماشات او فرامل على نقلة الدي فور اها بيشيب اي تو يقولون ان استرجاع الفيل الى الاي تو وليس السي تو هي فكرة فيروزية فيروز هو فيروزا مش فيروز فيروز ده انا ناس تقريبا او نسم علينا الهواء لكن فيروزا او علي رضا فيروزا هذا اللاعب الشاب الاسطوري اللي هو لعب المباراة دي مع انيش جيري ودي المباراة الوحيدة على الداتا بيس دلوقتي واستطاع ان يفوز لكنها كانت مباراة بليدز عدب الفيل الى الاي تو والان سي فايف لعبت وده تقريبا نفس المباراة ولكن فيروزا فيروزا في هذا الشكل لعب نايت اي تري النهاردة الامبروفمنت او التحسن بتاع هذا اللاين بيشيب جي فايف وخرجنا من الداتا بيس بالنقلة دي والمفروض يسموا هذه النقلة نوفلتي يعني نقلة لم يتم استخدامها من قبل لكن عمليا نقلة نايت اي تري ونقلة بيشيب جي فايف لاتنين بيخدموا على فكرة واحدة ايهي الفكرة ان هذا الحصان يصل الى الدي فايف نايت اي ثري عايزة دي في دي في دي بيشيب جي فايف اللي تلعبت النهاردة عاوزة تكسر الفيل في الحصان ونلف بالحصان من هنا مفيش مشكلة من هنا الطريق الاولين دا اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة او من هنا في هنا في هنا في هنا اوكي دلوقتي ايهي سيكس اللعبات خلاص دينج ليرن دي نقلة جديدة فبيلعب من دماغه فكر في النقلة بتاعت اه ايهي سيكس دي تقريبا ام اتناشر دقيقة تلاتاشر دقيقة بيشيب تيكس على طول مباشرة انفز فكرتي جدير بالذكر انه ايهي سيكس احسن نقلة على الانجين ولكن دي 5 ايضا فكرة جيدة تخلص مباشرة من بيضاء المتأخر وان انا استريح وحرر المباراة بتاعت بدي 5 نقلة برضو موجودة لو اكلتها هنا فاصدها اكل بيضاء في بيضاء بيضاء في بيضاء في الفي بيضاء مثلا ارجع البيضاء بتاعي ولو لعبت بيضاء في بيضاء فما عندكش وقت انك تاخد البيضاء ده للأسف باكل دلوقتي عاوز الفيل تاكل ااكل ما زلت عاوز الفيل لو اكلت باكل بالوزير فحميت البيضاء فما عندكش الوقت الكافي ان تنتش هذا البيضاء اه عندك الوقت ان بعد بيضاء في بيضاء بيضاء في بيضاء تضغط على البيضاء لكن انا بحميه بF6 والشكل تعادلي وصفار على الانجين نعود الى المباراة H6 اللعبت وعليها بيشب تيكس بيشب تيكس بيضاء في بيضاء بيضاء في بيضاء والان بص على وقت واضح انه مذاكر الشكل كويس جدا وعارف هو بيعمل ايه ازاي هو ده سحر لا مش سحر صاحبنا لما لعب D3 حضر عليها يعني هو قلل الاختيارات بتاعته هو محضرش على روك E1 اللي بيتلعب عليها حاجات كتير لعب D3 وزاكر على D3 كويس والتوفيق اللي بيجي من الاخر ده بقى من الاجتهاد يعني انت اجتهدت كتير فبيحصل لك نوع من انواع التوفيق انك تخش في الشكل اللي انت مذاكره نايت سي سيكس الحصان عمل اللي عليه ورجع برضو باصص على ان D4 ما تتلعبش بسهولة اهم ولكن بومنشي سريعا سريعا يترك الفايل المفتوح او السيطرة عليه او امكانية السيطرة ويلعب بيشب D5 يعني ايه الكلام ده يعني رخ فرخ ياكل ودلوقتي الوزير يتحرك والرخ هتيجي تطلب ويبقى الاسود معاه سيطرة على الفايل المفتوح فإيه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده الحقيقة اللي يخليه يعمل حاجة زي كده ان الرابطة دي مزعجة وان على ما تحضر ان انت تكسر الفيل في الفيل بجيب انا بقى يعني على ما تحضر بكوين والحصان يتحرك والفيلم ده اكون انا اتحركت ولفيت جبت الحصان يقف مكان الفيل أوكي روك تيكس كوين تيكس كوين دي سيفن لعبت روك اي وان بيفضل مكان للحصان على طول أوكي ماشي خلاص احنا اسفين هل تبدو الأمور على ما يرام نعم نعم أوكي روك اي وان على منطقية جدا والآن تم ناتش الفايل ولا يهمني رجعت مكاني وهنا يعني هنا دي لحظة فارقة انا شايف ان الحصان ده والحصان ده الاتنين لوين يلفوا ويقفوا في المربعات واحد منهم يقف هنا والتاني يقف هنا فنقلة زي جي سيكس في كينج جي سيفن كانت هتبقى صوليد ولو دفي على الآن حاجة زي كده يمكن انا كمان ادفع كده واحاول أخلي الشكل ده صلب جدا قدر الامكان دفاعيا هيكون شكل صوليد والإنجين مدي شكل ده صفار بعد حاجة زي حصان هنا حصان هنا تعال ناكل ياكل الحصان ييجي مثلا يعمل زيارة معتش لها اي معنى خلاص كوين اي سيفن أو كوين اي سيكس وسيطر على الفايل وحاول اكسر وزراء من هنا مثلا الشكل يبدو اتنين من عشرة واحد من عشرة كلام متعادل جدا لكن الناس كلها بتعلق على النقلة دي على انها يعني مش دقيقة لكن انا حابب اطلق عليها انها نقلة طموحة بزيادة نقلة دينجليرن القادمة بيشيب دي ايت هي نقلة طموحة بزيادة دينجا عاوز يحط الفيل هنا ويلعب مش بس على تعادل وامشي هو نفسه يكسب او بيدور على تفوق على الرؤعة لو كان لعب بمنتهى الهدوء جي سيكس كينج جي سيفن ويقفز هيطلع زي الشعر ملعجين لان هو بيعرف يلعب الاشكال المغلقة كويس لكنه لعب بيشيب دي ايت بشكل طموح عاوز قبل ما يقفل على الفيل ويعني خد بالك النقلة دي موجودة ممتازة ما فياش حاجة بعد بيشيب تيكس تيكس والحصان يلف يوصل هنا ساعتها جي سيكس تتلعب عادي جدا في كينج جي سيفن والحصان يتمنع انه ينط ده مش كلامي ده كلام الانجين راجع الشكل مع الانجين ويشوف نايت اف ون كينج اي سيكس سيطرة نايت اي ثري او نايت التانية اللي اتنين عليهم جي سيكس والشكل تعادلي جدا مفيهوش اي مشاكل لكنه لعب في هذا الشكل بيشيب دي ايت وبعد نايت اف ون قال له تعالى بقى دلوقتي انا عدت الفيل خلاص اللي هيجي يمسك الوطر جامد جدا ده وانت كسرتي الفيل بتاعك يا فاشل يا سازج في الاف سيكس وخلاص انا اللي هيبقى عندي فيل ان اوبوزد يعني فيل لا يقف امامه فيل اخر ماشي بيشيب تيكس كوين تيكس نايت اي ثري بيشيب بي سيكس والان ايتش فور احسن نقلة على الانجين او من شوية كانت احسن نقلة على الانجين الانجين دلوقتي بين دي نايت دي تول افضل اوكي الانجين دايمن بيطور نفسه مع عدد الناس اللي بيحللوا عليه كتير كتير فيفضل ان هو يوصل لأعمق اكتر في المواقف الكريتكال ده تفسيري اللي بيحصل لان من شوية كان جايب ايتش فور افضل نقلة على بعد اربعين نقلة جايب ان نايت دي تو او كوين بي ثري افضل بس ايتش فور نقلة ممتازة تخيل دي اتنين من عشرة والنقلات اللي لسا ايها تنتين من عشرة والان ما المانع في ان تدفع السي فور وتفتح هذا الوطر ان انا هسقط بيدا نهو هل البيد ده يعني بعد ما ياكل تاكل ده لا مش دي المشكلة مش دي المشكلة خالص المشكلة ان انا بعد ما ياكل ممكن يكسر على فكرة فيد فحصان وبعد ما ياكل الوزير بياكل البيد ده كوين دي سيكس ولذلك في المباراة بعد ايتش فور اتلعب كوين سي سيكس حماية لبدأ الدي سيكس مش لبدأ السي فور لنوي الدفع لعبة عليها الان ايتش فايف ايتش فايف اخذ مساحة جيدة جدا على هذا الجناح تحجم وصول الحصان الى هذا المربع الضعيف وضع ممتاز سي فور لعبة الان وعليها دي فور الانجين بيرشح في هذا الشكل ان تلعب روك دي ايت وتصبر وتحافظ على التوتر تقول القاعدة الشطرنجية ان من يتخلى عن التوتر اولا وضعه سيكون اسوأ للأسف دينجليرن هنا تخلى عن التوتر اولا ولعباء بيدأ في بيدأ خلص التوتر اللي كان موجود ما بين البيدأ في الوسط فاركاجة التوتر دي ادت الى ظهور اضعافات في وضع الاسود لو كنت لعبت الاكل بالبيدأ مثلا فعليها بشبهة هنا فتح وطر اخر للفيل لو دفعت البيدأ ده الاول بتمبو فانا هروح في السي فايف وبعدين لما اتحرك ترجع بس الوتر مفتوح لو لعبت كده وما فتحتش الوتر الوتر مفتوح طب مش هفتح الوتر انا همشي على طول دلوقتي انا اللي بقدر العب دي فايف ولو انت دفعت البيدأ مثلا فانا ثبت اضعاف برجع بس بالفيل ابص على الاضعاف وحاول كمان شوية الف بالحصان ده يضغط باي شكل من الاشكال الوزيد يجي هنا في هنا مثلا يضغط مع الحصان يجي هنا ايا كان فيه اضعاف يمكن الضغط عليه الانجين مدي الشكل ده اربعة من عشرة للاسود دعونا نتطمن نتطمن واخد بالك ان كل شيء يمشي بشكل جيد اوكي الوقت نشغل تمام الدنيا تمام اوكي مش هزن نزعل حد مننا مش هزن نسجل الفيديو تاني ونزعل اوكي اللي حصل في المباراة النتشا مستر يان بومنشي البيدق بالحصان بست موف هات الوزير وبدأت الاضعافات تظهر ده بدأ ضعيف ومتأخر دلوقتي ومضغوط عليه بالحصان ده بدأ معزول والوحده خد بالك ان ده مش زي ده ده محمي هو ممكن يتحمل في اسوأ الظروف يعني لكن ده معزول ده الوحده ده مفيش ولا بدأ ورحم يه ماشي كوين سي فايف الوزير كان مطلوب الانجين بيرشح كوين بي سافن و انا بحسها كده بشكل منطقي او بشكل طبيعي بدأ من انت ضحيت عن الفيل اللي بيض او ضحيت عن احد الفيل عموما بتخلي الوزير يغطي المربعات ان دلوقتي الفيل مش عارف يغطيها فخليك دايما على مربعات بيضاء مع الفيل اللي سود عشان تتحكم في معظم الوان الرؤعة لكنه مشي على هذا المربع اوكي كوين جي فور لعبت الان الانجين بيرشح كوين اف ثري اولا وكوين اف ثري دايما بتهديد اني ألعب دفعة البيضاء في دفعة البيضاء بتمبو على هذه الرخ المتعلقة الانجين يزعم اللي كوين اف ثري افضل من كوين جي فور لانها دلوقتي بنسبة كبيرة بتكبر الرخ دي انها تمشي علشان تبتعد عن تهديد ال E5 فتمشي مثلا ها هنا دلوقتي كوين جي فور قوية ولو تلعب زي ما حصل في المباراة زي ما هوريك كوين ها هنا بفكرة ان F4 ممنوع عشان هاكل البيضاء اطلبك بهذا الشكل ترجع تقولي تكسير انط بالحصان تقريبا دا اللي حصل بالزبط في المباراة كوين اف سيكس والان هذا الحصان يعود مهددا هذا البيضاء وفي اللاين الاخر اللي لو تلعب في كوين جي فور على طول والرخ لسه ما كانها هنا الرخ بتيجي هنا تطلب يا سلام ايه اللي انت بتقوله دا هقولك واحدة واحدة علي تخيل انك لعبت اولا كوين ها هنا زي ما حصل في المباراة بالزبط وعليها كوين اي 5 وبعدين النقلة دي تتلعب وبعدين كوين اي 6 تعال انكسر فيقفز ما لعب في المباراة كان حصان فحصان ولو انها احسن انك تعمل كده زي ما وردك في التفريع السابق ولو لعبت النقلة دي تاني عايز البيدأ عليها روك اي 2 انما التفريع اللي في كوين اي 5 الاول بتخلي الرخ تتزحلق تمشي وبعدين لما تيجي تلعب النقلة دي ما عندوش روك اي 2 يضغط بقت الرخ دلوقتي في التفريع التاني في روك اي 8 في حتة تانية ليه عشان التيمبو اللي احنا لعبنات وبعدين كوين جي فور تفصيلة لذيذة جدا جدا حبيت اقولها لك اوكي كوين اي 6 نرجع للمباراة حيث روك اي بقى كوين جي فور مرة واحدة وعليها كوين اي 5 نقلة قوية جدا والشكل يبدو وكأنه صفار او 3 من 10 بس نايت اف 3 امشي جدير بالذكر زي متراك النقلة فور ممنوع عشان كوين تيكس و كوين اي 6 تعال انك لاحظ ان التكسير يبقى لذيذ جدا هنا هيزبط بياده واخبالك يقفوا جنب بعض والملك هيلاقي طريق يخش للمباراة واضع يبقى لذيذ جدا بالنسبة للاسود فصاحبنا تجنب التكسير وقفز بالحصان شكرا يا حبيبي ماشي شكرا جزيان ياعملي تشيس 751 قاعدين في الصفحة اوكي ممنوع نكسر مش عاوزين نكسر ولا حاجة وعليها زي ما قلتلك ان كان الافضل يلعب كوين اف سيكس بفكرة انه لما الحصان يرجع يضغط عالبيدة روك اي تو لكن ده ما حصلش مستر دينج ليرن قرر ان يكسر في هذا الشكل يوم ما يلعب كوين اف سيكس كوين اف سيكس من النقلات اللي ندم عليها دينج بعدين كان الافضل ان يلعب كوين دي سيفن ليه عشان يحافظ على المربعات البيضة ويرائب المربعات البيضة مش محتاج تحط كل القطع تمسك اوطار سوداء والمربعات البيضة تعيش انت او الاوطار البيضاء تعيش انت دلوقتي اخب بالك دفعة البيضة دي مش موجودة عشان الوزير متعلق ولو حاولت تتحضر لها مثلا بحاجة زي كوين اف فور عايز تلعب الاف سيكس فعليها الان بيشيب دي ايت مانعا الاف سيكس ويرجع يا ابن الحلال مكانك انت ما بتعملش حاجة هنا او مش هتهجم لوحدك بيشيب دي ايت جا تبقى من النقلات الممتازة وبعدين يرجع يوقف في هذا الوطر او يمنع الاف سيكس جدير بالذكر ان حاجة زي اف سيكس هنا في منتهى السوق علشان دلوقتي الحصان بيلف ويقف هنا وبيعمل اللي يسطل الانجين شكرا والان كوين اي فور سيطرة على المربعات البيضاء روك بي ايت لانها كانت مطلوبة روك اي تو نقلة انتظارية وكمان حمل بيدق بتاعه لان الخطة اخد بالك اني احاول العب بيشيب سي فايف وادفع البياد دي وادفع طريق للرخ روك اي تو نقلة جميلة جدا وانتظارية كمان بتحمي زيادة مربع الافتو ممتازة ما فيهاش اي مشاكل بيشيب سي فايف لعبت فعلا والان جي فور واو انا معايا مساحة عاوز اكمل الهجوم على هذا الجناح انا عندي سيطرة على الوسط قيل قديما ولكن لسه الجملة شغالة حتى الان ان من يسيطر على الوسط يسيطر على المباراة كوين دي ايت لعبت بفكرة انا عاوز كوين دي سفن وكوين بي سفن ونكسر وزراء ما كانت في ادي انت اللي ضيعت وقت كوين دي فايف لعبت الان ناظرا الى هذا المربع فاتحا الطريق الى الى الروخ تلعب وتلعب نقلة الانجن مش عقبا وي بس اشايفها دقيقة يعني عميقة من دينج ليرن دينج ليرن اللعب هنا كينج اف ايت لاحظ لو دينج ليرن كمل فكرته بصوا خد بالك عشان الكلام معقد شوي كمل بفكرته بكوين دي سفن وعليها كوين بي سفن جدير بالذكر ان نايت اي فايف هنا سيئة عشان ما تقدرش تاكل عشان انا مش محمي بس انا اللي بربطك اسمها كاونتر بين عشان دلوقتي انت منقدرش تتحرك وانا بهدد اكل والفي لخبالك محمي بالوزير ريسود هنا بيكسب تفوق اربعة طيب ايه المشكلة في اني العب حاجة زي كده وبعد مثلا تينج اف وون اطلب تكسير وزراء بهذا الشكل اه المشكلة الكش اللي على الهوا ولو اكلت بالرخ اكل الوزير طب مش هاكل حمشي جي فايف عاوز امات في اتنين اخد وزيري وخد امات في اتنين معقول اه معقول جي فايف لا يا عم انا مش هكسر الوزراء انا هلعب بيدق في بيدق ساعتها باكل عادي جدا اه ده بلاش ياكل اخد بالك عايز مات في واحد مالهاش حل ياكل مش معقول يدي له كش يمشي يدي له كش وبعان ياخد رخ كاملة يفوز ولذلك الحتة الصغنانة بتاعت كينج اف ايت دي منعت الكش اللي على الهوا الملك بياكل فنبس دلوقتي يكمل فكرة كوين دي سفن كوين بي سفن لو مش عاوز تلعب كينج اف ايت وتلعب الكمبيوتر بيقوله لعب كوين دلوقتي ما دي سفن وبعد النقلة مثلا دي ما تلعبش دي على طول لعب تل اول وكسر من هنا عشان تمنع التاكتك بتاع الرخ اللي على الهوا لعب كوين اي سفن في كوين اي ايت اوكي دي اللي تلعبت في المباراة وعليها كينج اف وون بفكرة خبيثة لو كوين دي سفن دلوقتي تسلم ليه عشان نايت اي فايف الملك حمر رخ ما عادش فيه ربطة ولا حاجة دلوقتي الكش دي بتكسب اوكي حتى لو مش الملك مش موجود او حاجة نايت اي فايف قوية حتى بعد التكسير هنا اعتقد نايت سي 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 قوية جدا ولو انت حاولت تضغط على الحصان انا بنزل سبع عات وزيد وهتمات ماشي ولكن دنجليرن اضغط جدا في الوقت احنا في نقل 35 قدام عشرين دي اي عفهم قمس نقلات عشان وقت يزيد لعب هنا روك سي ايت وبعد النقلة بتاعة روك اي فور لعب روك بي ايت كأنه اداله نقلتين ببلاش في ضغط الوقت اتوتر وخد في النقلتين الخايبين دول عشر دقايق من وقته كان الافضل زي ما قلت لك محاولة لعب بدل الرخ في الرخ محاولة لعب هنا في هنا ويكمل فكرته بدل ما يجيبها من D7 ويسمح برناية افاف لا يجيبها من C8 ما حصلش للأسف وضيع نقلتين هذا سمح G5 دي فكرة روك اي فور ان بعد ما ياكل ودل حصل في المباراة وبالك ان حتى لو مكلش الوضع متبهدل يعني بعد حاجة زي زي ما الانجين بيقول بدأ في بيدأ بدأ في بيدأ وبعدين تدفع ال F6 وضعك ممتازة تنزل روك 7 تفوق 2 أو 3 للأبيض في الشكل ده أوكي فدنجليرن نتش البيدأ وبانت فكرة روك اي فور بانه ضغط على البيدأ بهذا الشكل والآن روك اي ايت وعليها night takes حاول ياخد الفايل المفتوح يعمل اي لعب نشيط king kish غط رجع واستخبه خلاص كل القطع دلوقتي active واخيرا queen A8 لعبت تعال نكسر يفكر يان بومنيشي ويقرر ان حتى لو كسرت وزراء انا معايا مكسب وبص على بار التقييم مسرخ في السماء ازاي مدي تفوق 6 للابيض في هذا الشكل بعد نقلة F6 F6 في هذا الشكل winning ليه winning لانك لو اكلت البيدأ ده بيكسب لوحده بس مش على طول لانك لو دفعته على طول فعليها دفعت البيدأ يا اخواننا وعايز قطعة من الاتنين لو دفعت تاني فانا باكل بكيش فيش وقت تجيب وزير ولذلك احسن حاجة بعد ما يأكل اني أكل بالحصان وبعد ما يمشي قدي كش اقفل الطريق بتاع الرخ وبعد نبدأ ادفع البيدأ واكسب ما لعبه في المباراة ما كانش بيدأ في بيدأ ولكن كان G6 وده كان بيدأ ببلاش اي نعم بيدأ راكب لكنه بيدأ منهم متقدم جدا في 6 الملك ناشيط جدا وشبكة الماتات ممكن تحصل في اي لحظة روك اي 2 لعبت وبعد كينج جي 4 روك تيكس بي 2 روك ايش 6 انسحب دينج ليرن هوديك تفريع واحد بس ممكن يحصل انك لو فكرت تنتش البيدأ ده مثلا فانا ما باكلش ولا حاجة طبعا لكن باكل هنا عايز متفو واحد وخصوه ان الحصان عندما وصل الى هنا قد غطى هذا المربع ولو منعت ده فقوة المساحة البيدأ خلاص بيديكش تمشي تطلع اجيب وزير موضوع منتهي ويخسر دينج ليرن انا رأيي الشخصي ان دينج ليرن اه يعني شوية عنده مشكلة لما بيتهجم عليه على ملكه ممكن يكون بيدافع بشكل مش كويس او بيتوتر لما يتهجم على ملكه افتكر مباراة جيان نبومنشي مع دينجليرن في المرشحين لما هجم على ملكه وبرضه اداله كشمات يان بومنشي ادال دينجليرن كشمات في المرشحين بمجرد انه هجم على الملك واضح انه ما بيدفعش على الملك او الهجوم اللي بيحصل على ملكه بشكل جيد من منبري هذا لو سمعني يعني حاول تدرس شوية المهم مش موضعنا اوكي خلونا كده نتابع هذه البطولة والتي ازدادت اشتعالا بعد هذه المباراة ونشوف دينجا هيعمل ايه بكرة لايك لزيز واشترك عندنا في القناة الاول مرة تشوفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته